كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة زايد أحمد سالم يوم الاثنين ستجوان الفين واثنين 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 عن انفراج قريب في ملف الصيارات بتوزيع الاعتمادات الأولى للاستيراض خلال الأيام القادمة وطمأن المدير نهاية أزمة الصيارات في جزائر قريبا بطيء الملف الذي أثار الكثير من الجدل من خلال الرد على طلبات المستوردين ممثلين من وكلاء الصيارات المودعين لملفات استيراض بعض العالمات من الخارج من جهة وإعادة بعد نشاط التركيب على مراحل من جهة أخرى وتخصيص دفتر الشروط لكل صنف من أصناف المركبات أي دفتر الشروط للحافلات وآخر للدراجات والدراجات النارية والدفتر الثالث للشاحنات والمركبات الثقيلة ودفتر لجرارات الصناعية وأعلن ممثل وزارة الصناعة أنه يوجد اتفاقية مع 13 من أصحاب المجمعات الصناعية الكبرى في الخارج ستقوم بالاستثمار في الجزائر مع حضر عدد أصحاب المصانع الجدد لعدم بلوغ السوق الوطني مرحلة الفائد الكبير فلا يمكن منح الاعتماد لـ 40 مصنعا عالميا وفقا لما يؤكده المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة زيد أحمد سالم ومن جهة أخرى سيتم بتاريخ 22 جوان الجاري إصدار مرسوم خاص بنشاط المناولات لتنظيم إنتاج وتصنيع قطع الغيار محليا ولوازم الصناعية الميكانيكية والذي سيتضمن إعفاءات في الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمتعاملين المنخرطين في هذا المجال إضافة إلى إصدار مرسوم خاص لكل نوع من المركبات مع تصدير برنامج خاص للتصدير في المراحل المقبلة إن شاء الله وبخصوص نسبة الإدماج أكد مسؤول وزارة الصناعة أنها لن تصل 40% مثل ما يطالب به بعض الخبراء في السنة الأولى لأنها نسبة مبالغ فيها وإنما ستكون أقل في حين أن الهدف حسبه من إعادة بعث هذه الصناعة هو تشجيع إنتاج قطع الغيار أكثر من ضمان نسبة إدماج مرتفعة وإنهاء هذه الأزمة بإشراك كافة الفعينين في القطاع كما يتم حاليا التفاوض مع 13 مجمع عالميا للسيارات وسيتم إتاحة لكل متعامل تصنيف أصناف مختلفة من المركبات حيث ينتج كل مجمع أزيد من أربع علامات سلام